للعام الثاني على الثوالي ورغم جائحة كورونا الجزائر تحقق الاكتفاء الداتي في انتاج الطماطم الصنعية وتقطع الطريق امام المستوردين وبلغة الارقام الانتاج الوطني بلغ اكثر من 19 مليون قنطار خلال العام الجاري لعام هدايا للموسم هدايا وصلنا ل19 مليون وربعمية الف قنطار منها 9 ملاين وخمسمية قنطار راحت للسوق الجملة 3 أو 4 سنين كنا خلصوها 9000 و14000 في المواد نظام الليسمبر ودرك راهي تماطم الحمد لله راهي تعمل 4000 و5000 ماكسيمام صباح في السوق الجملة عملت 3 ميل 300 الديتا عند المستهلكة يفرب 4000 و5000 شوف يعني الشيلي يتعمل وهذه نشكر نشكر بزاف بزاف الفلاح مشاكل هذه الشعبة عديدة تتعلق اساسا في عدم التزام شركة التحويل بدفع مستحقات منتجيات طماطم في الأجال المحددة بالإضافة إلى تأخر صب منح الانتاج التي خصصت الحكومة لهؤلاء تعرف باللي في الديسبوزيتي في النظام هذا يا كان غلطة عنا إكزيجي قلنا باللي لازم المحول يخلص لي دوز دينار كاملين باش الدولة تخلص لي كالدينار تعالى هي في الحقيقة ما كان حتى إن يأكين رولاسيوم بين الدعم تاعد دولة والفلاح وشمد السلعة ما عندها حتى معنى هذه وأكثر من ذلك منتجو شعبة الطماطم الصناعية يراهنون على تحقيق فائد في الانتاج ما يتيح لهم تصدير المنتوج بكل أريحية من الرجمان وتزيدوا حتى تكسبورتي إن شاء الله مش غير تكمل برحلة يكون فائد وإن شاء الله ونشاء الله ستكسبورتي لتريب الكنسانتري شعبة الطماطم الصناعية في البلاد تتطلب من الجهاز التنفيذي ضرورة مرافقتها من أجل جعلها ضمن قائمة سلع الجزائرية المطلوبة دوليا عوضاً يكون مصيرها التلف عند أصحابها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة